ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا أجزاء تعود لأكثر من ألف حيوان كانت تستخدم في صنع تمائم للشعوذة وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لحوالي 1400 حيوان استيدة في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا التي تعد ثاني أغنى بلد في العالم بتنوعه الحيوي بعد البرازيل تباع في متاجر في مركز تجاري يقع في حي إلى كانديالاريا في الوسط التاريخي للعاصمة وكانت أجزاء الحيوانات البرية إما تباع على حالها أو تدمج في قطع أخرى وشملت المضبوطات على سبيل المثال 128 سن عائدة لحيوانات ثدية و23 قائمة لحيوانات التبير وجمجومة فهد و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء قرده وريش ببغوات وجلود أفاع ويعاقب القانون في كولومبيا تجار الأنواع البرية بالسجن لمدة قد تصل إلى ثماني سنوات فضلا عن تغريمهم مبالغ طائلة